سهلاً وسهلاً بكم على قناة دوديشول الكروشية. لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البلوفر ده سطر بسطر بكل تركاته وهو طريقته سهلة وبسيطة بس هو سطوره كتير يعني ليه تفاصيل كتير بس هو سهل جداً حتى لو مبتدئة تقدري تشتغلي معنا. طبعاً لسه ما كملتش لكم ولسه كمل الطول بتاعه برضو تقدري تشتغليه باي نوع من انواع الخيوط سواء كان آآ رفيع او متوسط. انصحك ما يعني ما تشتغليش به آآ يكون آآ الخيط سميك آآ عشان آآ آآ انا هنا مستخدمة هقولك ايه خيط متوسط السمك. لكن لو استخدمتو بخيط سميك النقشة بتاعتي البرزة دي هتكون آآ اسمك بكتير فيكون شكلها آآ يعني مش لطيف. وطبعاً دي يعتبر يعني آآ ازواء تقدري تعملي اللي انت عايزاه وبرحتك. آآ هنتعرف ازاي نعملو كل المقاسات حتى لو اطفال. آآ الميزة والجمال في البلوفر ده ان انا هبدأ على عدد من السلاسل. العدد ده هشتغلو. لصغير والكبير. لطفل والكبير ميديم لارج اكس لارج اتنين. كل المقاسات من عدد سلسلة واحد. وهتعرفي واحنا شغالين ازاي تعمليه بكل المقاسات بمنتهى البساطة. يلا بينا نبدأ على طول ونشوف هنشتغل البلوفر الرائع ده ازاي. عايز اقول معلومة بس. آآ تقدري آآ تعمليه صيفي او شتوي على حسب الماتيري اللي هتستخدميه. آآ تقدري تعمليه بنص كم يعني تتوقفي آآ زي ما انا توقفت هنا. او تعمليه بكم. وهقول ده برضو ازاي في الفيديو بتاعي آآ بكل التفاصيل. هابدأ معاك اآ استخدم اي نوع من انواع الخيوط ستار ستار حلو آآ قليز حلو آآ قليز اللي ليه لمعة ده برضو جميل جدا آآ المهم يكون الخيط بتاعي مش سميك كده بسيل الفتلة دي منظرها عامل ازاي دايما لما يكون آآ هتشتغلي حاجة فيها نقشة. بلاش اللي هو السميك قوي ده بيبقى مش تمام. ده البيبي. ده اقرب ما يكون من ده. بسي الفرق ما بين اللي اتنين مفيش. يعني يعتبروا زي بعض على فكرة. اللي ليه آآ لمعة زي السادة. اهو. ده اسمك حاجة بسيطة. واللي ستار حلو برضو. تمام? يعني ده قليس بانواعه وده استار. خلاص اللي اتنين حلوين واي حاجة متاحة عندك تمام. انا هبدأ اعمل اعمل ميت سلسلة. هعمل ميت سلسلة وهقولك التقسيمة ازاي وانا شغلة. ابريتي رقم اتنين آآ ثلاثة ونص. ابريتي رقم تلاتة ونص وهبدأ اربط الاول وبعد الربطة قعد. تمام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كده اشتغلت اللاميت آآ سلسلة اهم وعدلت كمان السلسلة بتاعتي آآ مظبوط. عشان اما اقفل الدايرة بتاعتي ما تلفش معايا وتكون فيها حاجة غلط. احي. ما زبطاة ان الوشر بتاع السلسلة يكون مرفوع لفوق كلها كده. اهو بأكد آآ معاكي عليها. خلاص? طيب. ارتفع. 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 ارتفع تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهبدأ ادخل في كل مكان عمود بلفة. اعتبارا من الارتفاع الاولاني هو عمود. خلاص كده. اهو. وانا آآ برضو شغالة على الفتلة دي. عشان ادريها. ادري اي خيوت بتكون آآ زيادة في الشغل بتخلي الشغل مش نضيف. اهو. هبدأ اشتغل فوق كل آآ سلسلة زي ما انت شايفة عمود عمود بلفة. لحد الآخر. وارجع لك. آآ كده اشتغلت آآ عمود بلفة في الداير كله. وهقفل معاكي السطر. وهبدأ معاكي في تأسيس آآ سطر البداية اللي هو الاهم بالنسبة لي. آآ قفلت بمنزلقة. هطلع ارتفاع ثلاث سلاسل. وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة ارتفاع اتنين سلسلة. وفي نفس المكان هعمل اتنين عمود بلفة مرة تاني. انا كده بعمل سطر التأسيس. بعدين هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وعد تمام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. انا المفروض هدخل هنا. بس هلف لفة على الابرة. وادخل عمود بلفة. كده. ارتفاع اتنين سلسلة. وفي نفس المكان عمود بلفة تاني. هرتفع تمانية تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. لفة على الابرة وهعد. واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عمود بلفة. ارتفاع اتنين سلسلة. وفي نفس المكان. وبعدين تمانية تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. لفة على الابرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عمود بلفة. ارتفاع اتنين. وبعدين في نفس المكان. عمود بلفة. تمام. هبدأ اعمل. المفروض اني جي منطقة التزايد عندي. تمام. هعمل منطقة التزايد تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية. لفة. واحد اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هدخل هنا اعمل. عمود بلفة. في نفس المكان. عمود بلفة. ارتفاع اتنين سلسلة. وادخل اتنين عمود بلفة مرتين. يبقى انا كده عملت منطقة التزايد. تمام كده. هعمل ايه كمان. هبني منطقة الكتف. انا كده ده. هعتبره الوش او الظهر بتاع البلوفر. هبني منطقة الكتف. ارتفاع اتنين سلسلة. حلو. وبعدين. بفوت او بدخل هنا. عمود بلفة غير مكتمل. عمود بلفة غير مكتمل. وبعدين اخرج التلاتة دول مع بعض. ارتفاع اتنين سلسلة. افوت عمودين. بدخل هنا. عمود بلفة غير مكتمل. عمود بلفة غير مكتمل. اخرج التلاتة مع بعض. ارتفاع اتنين. افوت عمودين. ادخل هنا. نفس الكلام. واحد اتنين. لحد ما هعمل سبعة. واحد اتنين. تلاتة. هبني سبعة. وارجع لك. كده اشتغلت اهم السبعة بتوعي. تمام. اهو. وبعدين ارتفاع اتنين سلسلة. وهبدأ نفس الطريقة. هفوت اتنين عمودين. وابدأ ابني زاوية. واحد. اتنين في مكان واحد. ارتفاع اتنين. واثنين في نفس المكان. اهو. كده. بعدين. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. لفة على الابرة. وابدأ اعد. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. ادخل. عمود بلفة. ارتفاع اتنين سلسلة. في نفس المكان. عمود بلفة. هعمل اتنين تاني زي دي. وارجع لك. يعني هرتفع تمانية تاني. وادخل. اشتغل. هرجع لك يكون. اه. عملت اتنين تاني. هنا. رجعت لك مرة تاني. اهم بقوا تلاتة. وهبدأ. اشتغل. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. وبعدين. هعمل ايه? هعمل زاوية زي دي. هعد. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. اتنين. عمود بلفة في مكان واحد. ارتفاع اتنين. واثنين عمود بلفة مرة تاني. بصي بقى انا هقولك اللي فاضلي. بصي لي كويس. انا هنا بنيت مكان الكم. فاضلي ابني مكان الكم التاني. وده كده. الامام. وده كده. الخلف. اهو. اهو. شكله. واضح انه كمان بدأ يظهر. هبدأ اعمل ايه? ارتفاع اتنين. بفوت عمودين. وادخل. عمود بلفة غير مكتمل. عمود بلفة غير مكتمل. اخرج التلاتة. واحد اتنين. افوت اتنين عمود. واحد اتنين. تمام. كده انا عملت السبعة. اللي هم مبتوع لكم. ارتفاع اتنين سلسلة. هدخل في اول عمود بلفة. منزلقة. وادخل. ممكن ادخل على طول في المنتصف كده عادي. انا كده عايزة اوريكي التكوين الاول بتاع البلوفر اهو. تمام. ادي كتف و ادي كتف و ادي الوش و ادي الظهر. ده كده شكل جزء الاول بتاع التكوين بتاعي. ده اهم سطر لان بعد كده هيكون الموضوع اسهل بكتير خلص. هنبدأ مع بعض في السطر التاني. هارتفع واحد اتنين. تلاتة. و ابدأ اعمل نفس الشغل يعني اتنين عمود بلفة. وبعدين ارتفاع اتنين سلسلة. و اتنين عمود بلفتين. تمام. والتمانية دول هيكونوا سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وهبدأ لفع الابرة وهاخد الجزء ده كده من الامام. كده. وهدخل هنا تمانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة. تمانية عمود بلفة. كده. والعمود الاخير امامي زي الاولاني بالزبط. اهو. كده. يعني كأني بالزبط بخلي البداية والنهاية برزة. طلع الفوق كده. اوكي. بعدين سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. انا كده الرقم عندي اللي كان تمانية اتغير. نفس الكلام. عمود امامي. وهدخل هنا تمانية. هشتغل. اه. دي بنفس الطريقة ودي كمان. وارجعلك. كده اشتغلت اهم التلاتة بنفس الشغل. وارتفعت سبعة. تمام. وهدخل اعمل الزاوية بتاعتي زي ما هي. ارتفاع اتنين سلسلة. تمام. كده. بعد كده هعمل ايه بقى؟ ارتفاع اتنين. بعمل الكتف. هدخل هنا. عمود غير مكتمل. وعمود بلفة غير مكتمل. وأخرج. وبعدين اتنين ارتفاع سلسلة. واللي وراه. هتلاقي ان الجزء ده بيزيد. تمام. واحد اتنين. يعني انا كنت شغالة سبعة في الدور اللي فات. هزود اتنين. وهكذا. آخر واحدة هتكون هنا. تمام. يعني. جنب الصدفة بالزبط. ارتفاع اتنين. وأبدأ أعمل الزاوية بتاعتي برده. واحد. اتنين عمود بلفة. ويبقى انا كده عملت تزايد في المنطقة دي. دخلت هنا ودخلت هنا. يعني المفروض اتنين اربعة ستة سبعة هم السبعة. هيبقى اتنين اربعة ستة تمامية. في كل مرة المفروض هتزودي واحد. يعني هتزودي واحد من هنا وواحد من هنا. هيديكي الناتج الأخير. انك زدتي على السبعة واحد. المهم انك تدخلي جنب الصدفة وجنب الصدفة. خلاص كده في كل مرة. انا هعمل ايه بقى؟ انا كده هشتغل الظهر. او الامام. لان على فكرة هو الظهر زي الامام بالزبط. فانا ما عنديش مشكلة فيه خالص. نفس الشغل انا هبدأ اشتغله زي ما عملت هنا بالزبط. هو هو. يعني التمانية دول بقوا كام؟ بقوا سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام؟ لفة عمود في الامام. هدخل جوة تمانية وهكذا. هكمل السطر بتاعي. وهعمل هنا التزايد بتاعي. وارجع عشان اقفل معاكي السطر. كده خلصت السطر. ورجعت عشان نقفله مع بعض. هقفل في اول عمود بمنزلكة. وهدخل هنا. وهبدأ اعمل او اشتغل شغل الزاوية. ثلاثة ارتفاع عمود بلفة. اتنين سلسلة. وادخل هنا عمودين بلفة. اهو. دول في بداية الامر عملتهم تمانية. بعدين سبعة. بعدين ستة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة. هبدأ ادخل في العمود ده. واحد عمود بلفة. في نفس المكانة هون. اتنين عمود بلفة. وبعدين هدخل. من تحت. من هنا. واحد. حشو. الاول هاخد ارتفاع سلسلة. ارتفاع سلسلة. وبعدين. واحد. ارتفاع سلسلة. اتنين. ارتفاع سلسلة. تلاتة. ارتفاع سلسلة. اربعة. ارتفاع سلسلة. خمسة. ارتفاع سلسلة. ستة. ارتفاع سلسلة سبعة ارتفاع سلسلة يعني أنا هنا نقصت بالضبط كأنني نقصت عمود خلاص هدخل هنا مرتين عملت ارتفاع سلسلة لا أعمل أول ارتفاع سلسلة وبعدين ادخل عمود بلفة واحد في نفس المكان عمود بلفة اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تاني اهو واحد عمود بلفة اتنين عمود بلفة في نفس المكان بعد كده ارتفاع سلسلة بدخل من تحت كده واحد حشو ارتفاع سلسلة اللي وراه وهكذا هكمل وارجع لك كده خلصت التانية وخلصت كمان التالتة بنفس الطريقة وهارجع اشتغل ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهدخل في الزاوية واعمل الزاوية زي ما تعودنا اتنين عمود بلفة ارتفاع اتنين واثنين عمود بلفة وبعد كده نفس التزايد بتاعي ارتفاع اتنين سلسلة بدخل جنب الصدفة بالزبط عمود بلفة غير مكتمل عمود بلفة غير مكتمل اخرجه واحد اتنين نفس الكلام انا اخلص باقي الصدر بتاعي وهروح كمان اعمل انا كده عملت هنقول الامام والكتف وهعمل الظهر وارجع عشان اقفل معاكي الصدف ما تنسيش انك بتبدأي التزايد جنب الصدفة وبتحط تزايد عند الصدفة التانية في الكتف خلاص هكمل السطر وأرجع لكم كده خلصت السطر لحد الآخر وهنقفله مع بعض هقفل في أول عمود وعمل الزاوية بتاعتي بعد كده العدد بتاعي هيقلي تاني العدد ده أنا بدأت تمانية سبعة ستة تمام خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة تمام وهبدأ العمودين دول أول عمود هشتغل فوقي عمود واحد العمود اللي جنبه هشتغل فيه مرتين يعني أدي عمود بلفة في نفس المكان عمود تاني كده تمام بعد كده ارتفاع سلسلة وهبدأ أدخل في كل فراغ أنا عملته حشو ارتفاع سلسلة واحد حشو ارتفاع سلسلة كده اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خلاص ارتفاع سلسلة وأبدأ أشتغل على العمود دي تمام مش بدخل فيه الفراغ الأول والأخير دول تمام يعني هشتغل أدي العمود الداخلي اللي من جوه كده بدخل فيه مرتين كده والعمود الأخير أهو أو يعني اللي من بره زي ما عملت من هنا عمود فوق عمود ودخلت في اللي جوه مرتين بعد كده اشتغل خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هكرر نفس الشغل تمام وهعمل التزايد بتاعي هكرر نفس الشغل في الاتنين دول وهرجع عشان نشوف هنعمل التزايد بتاعنا ازاي كده خلصت التلاتة دول زي ما اشتغلت أول واحدة معاكي ولا أي حاجة اشتغلت خمسة ارتفاع وهعمل الزاوية بتاعتي وهبدأ عادي خلص نفس الشغل يعني جزء الكتف ده اعتقد انه سهل ومحفوظ مش هكرره كل شوية اهو بدخل الاول ارتفاع اتنين سلسلة وبعدين بدخل هنا عمود بلف غير مكتمل عمود بلف غير مكتمل اخرج التلاتة ارتفاع اتنين سلسلة وهكذا وزي ما اتفقنا بدخل ارتفاع اتنين سلسلة جنبي بالضبط الزاوية دي ونهاية شغلي بتكون هنا هكمل السطر وارجع عشان نشوف هنعملي اه كده خلصت السطر بتاعي وهقفله معاكي وهبدأ اشتغل الصدفة بتاعتي بنفس الطريقة ارتفاع اتنين وهقلل برضو في العدد يعني انا هنا كانوا دول خمسة دول واحد اتنين تلاتة اربعة وهبدأ اشتغل عمود امامي والتاني عمود امامي وهعمل التزايد في العمود التالت اللي دايما بيكون جوه يعني هشتغل في واحد واحد كمان ارتفاع سلسلة وهبدأ ادخل في الاجزاء جيه واحد ارتفاع سلسلة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام ارتفاع سلسلة وهبدأ اعمل التزايد في العمود الداخلي يعني واحد فوقي اتنين و ده هشتغله عادي وده هشتغله عادي خالص اهو وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة وهكمل شغلي كله زي بعضه خلاص هكمل السطر ده باكمله بنفس الطريقة وهعمل التزايد بتاعي بنفس الطريقة وارجع عشان نشوف هنعملي كده خلصت السطر ولو تلاحظي بدأ الشكل يباني تعالي بقى نعمل السطر اللي عليه الدور هقفل الاول السطر بتاعي وهشتغل الزاوية بتاعتي خلاص ارتفاع اتنين هبدأ بقى اعمل ايه احنا هنا كنا اشتغلنا اربعة هشتغل اتنين بس واحد اتنين تمام وعمود واحد اتنين تلاتة وفي اللي جوه اللي هو الرابع هعمل برضو تزايد يعني واحد ثانية واحدة واحد وادي التاني في نفس المكان اهو ارتفاع سلسلة هبدأ ادخل هنا واحد ارتفاع سلسلة ادي تاني حشو تالت حشو رابع والاخير اهو ارتفاع سلسلة وهعمل التزايد بتاعي في اول اعمود اللي هو بيبقى من الداخل دايما اهو وبعدين اشتغل باقي الاعميد عادي كده يكون عندي خمس عوامين تمام تمام وفارق الشغل هيكون اتنين سلسلة فقط وكمل وكمل تمام هكمل باقي السطر وارجعلك كده خلصت السطر وهقفله معيكي ونشوف السطر الجديد هنشتغل فيه ازا ونزلقه هقفل سطري وهبدأ اشتغل واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة وبعدين عمودين بلفتين تي بداية كل سطر ببدأ خلص كده طيب هبدأ اعمليه بقى واحد اتنين وبعدين الحرف ده هبدأ اشتغل عمود بلفة غير مكتمل عمود بلفة غير مكتمل وهقفل التلاتة مع بعض اخرجهم من على الابرة وبعدين وبعدين كل عمود هشتغلوا عادي تمام ونفس الطريقة انا كده خلصت دول اه هعمل تزايد في نفس المكان اللي هو الداخلي اه تمام بعدين ارتفاع سلسلة واحد حشو ارتفاع سلسلة ثلاثة اتنين حشو ارتفاع سلسلة ثلاثة حشو بعد كده ارتفاع سلسلة وهبدأ التزايد بتاعي واحد اتنين اتنين وبعدين فوق العمود ده عمود واللي وراه عمود تاني والاتنين دول هعمل لهم تناقص بنفس الطريقة اهو لفة الاخير اخرج التلاتة مع بعض تمام بعدين هعمل واحد اتنين وهعمل هنا عمود بلفة لاني من المفروض هبني آه ورقة شجر في نص كل واحدة ارتفاع اتنين وابدأ الاتنين دول اعمل لهم تناقص تمام اهو اخرج اخرج دول مع بعض وبعدين عمود بلفة اهو والاخير اتنين عمود في مكان واحد اهو ارتفاع سلسلة وابدأ وابدأ ادخل وهكذا هكمل باقي السطر اهو بتاعي واعمل هنا بردو ما بين كل ورقة وورقة عمود بلفة زي ده بالزبط وارجع لك اهو كده خلصت السطر بتاعي تمام وقادي التلات اوراق بتوع الشجر بدأوا يظهروا قوي وقادي جزئية الكتف اهي انا كده هقفل السطر معاكي وهبدأ وهبدأ في السطر الجديد هقفل منزلقة ابدأ بقى معاكي في السطر الجديد ارتفعت هو ارتفاعي اللي تعودنا عليه وهبدأ اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكمان هبدأ الجزء ده اللي اتنين اللي انا قفلتهم مع بعض هشتغل عمود بلفة غير مكتمل واللي جنبه عمود بلفة غير مكتمل وهقفل كل دول مع بعض وبعدين عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة وبردو هعمل التزايد الداخلي اللي هو من جوه واحد اتنين اهو وبعدين ارتفاع سلسلة نفس الشغل حشو ارتفاع سلسلة حشو ارتفاع سلسلة وهروح الناحية دي اعمل التزايد بتاعي واحد اتنين عمود في مكان واحد وبعدين عمود واللي وراه عمود هيفضل الاتنين دول اللي بقفلهم مع بعض بعمل لهم يعني تنقص اهو وده اهو واقفل او اخرج التلاتة مع بعض بصي المنظر بدأ يباني ازاي بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هبدأ ابني زي ما قولنا فرع جديد فهدخل هنا عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وادخل في نفس المكان عمود بلفة فاداني الشكل ده لو انت فكرة معايا اول شكل احنا اشتغلنا في الفرع اهو وبعدين خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واقفل واحد اتنين مع بعض كده وهكمل وهكمل عادي جدا بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها مع بعض حتى هنا برضو اهو التزايد كده السطر كله هيكون الفاصل بتاعه خمسة خلاص عشان انا ببدأ في وقت اعمل تناقص بقوم مزودة عدد السلاسل ووقتي تاني بيكون الجزء بدأ يوسع عندي بوصل لحد رقم اتنين اكيد انتو حضرتو الاسطر كلها سطر ورا سطر اه مع بعضنا هنا ارتفاع سلسلة هكمل شغلي وي بعدين نرجع نشوف هنعمل ايه كده خلصت السطر لحد الاخر ورجعت معاك عشان نقفل السطر واحد اتنين انا هنا طبعا مكان الكتف اهو ما بيتغيرش في اي حاجة بيبدأ يتغير زي ما اتفقنا بس يعني بعد ما باجي ابدأ النقشة من الضهر او النقشة من الامام تمام؟ هقفل منزلقة هبدأ اعمل الزاوية بتاعتي زي ما هي وابدأ في الشغل الجديد او شغل السطر الجديد هشتغل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهعمل تناقص برضو في الحرف يعني في الاتنين دول واللي بعضو واخرج دول كلهم مع بعض كده واشتغل عمود بلفة امامي وعمود بلفة امامي وهعمل برضو اتنين في مكان واحد هنا اهو كده هتحسي ان الشغل نفسه بدأ ياخد اتجاه كده سلسلة اخر واحدة اهيه سلسلة واروح النحية التانية اعمل التزايد يعني اتنين في مكان واحد بنفس الطريقة عمود بلفة امامي وعمود بلفة امامي هيتبقى دول هعمل لهم تناقص اهو واخرج كل دول كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهبدأ في تكرار شغل انا عملته معاكي اهو عمود امامي انا كده بكرر تكرار شغل الفرع اه او او ورقة الشجر او فرع الشجر وهبدأ ادخل هنا تمانية واحد اتنين تلاتة تمانية وفي الآخر عمود أمام اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هعمل نفس الشغل تناقص من الحرف ومن الداخل تزايد اجي التناقص وهكذا ده كده شغل السطر ده كله عايزة اقول حاجة اتفقنا ان الاختلاف كله بيكون في الجزء ده يعني اخر حاجة بعملها هي خمسة وقوم دخلة في الزاوية دي بعد الزاوية دي نفس الشغل اتنين وبعدين بدخل هنا يعني فاصل اتنين ما بين كل جزء وجزء دخلته هنا تمام يعني الاختلاف كله في السطر الجزء الامامي والخلفي لكن الكتف او الكمين ما فيهمش اي اختلاف من بعد ما بدخل في الزاوية دي للزاوية دي كده خلصت السطر بتاعي وقفلته وكمان طلعت من الزاوية بتاعتي وهبدأ معاك في السطر اللي بعده هرتفع خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهعمل نفس الكلام التناقص عمود بلفة غير مكتمل وعمود غير مكتمل وهقفلهم الاتنين مع بعض وبعدين عمود بلفة عادي واللي وراه عمود بلفة واللي وراه عمود واحد بلفة وكده التزايد اللي بيبقى في الداخل خلاص هروح لهنا عمود بلفة واللي وراه عمود بلفة واللي وراه عمود بلفة والتنين الاخار بيكون فيهم تناقص يعني كده تمام بعد كده خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هبدأ تقرار الشغل اللي عملته معاك عمود وهقرر في نفس المكان عمود بقى عندي عمودين اهو على العمود الاولين بعد كده ارتفاع سلسلة وهسيب اول عمود بلفة وانزل من تحت كده اعمل حشو ارتفاع سلسلة حشو ارتفاع سلسلة كده تالت حشو اربعة خمسة ستة سبعة تمام ارتفاع سلسلة وابدأ هنا ادخل مرتين في مكان واحد كده واحد اتنين تمام انا هكمل ايزا واريكي بس هتبدأ في كل مرة دي تقل وجي تزيد اللي انا لسه عملها معيكي عموما انا هكمل السطر لحد الاخر وارجع كده خلصت السطر بتاعي وكمان وكمان قفلته بمنزلقه وارتفعت الزاوية او ارتفعت في الزاوية بتاعتي وارجع واما مرتبه وارجع هسببكي الو الناس بالكمة او الكتف هبدأ احط زي دي بالزبط الناحية دي عشان انا كل ما هقفل الجزء ده كل ما هيشد معي بوسي الشغل. فانا هعمل ايه? ارتفاع اتنين. وابدأ ادخل هنا. هنا زي هنا. خلاص كده. وابدأ. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واشتغل عاجي جدا. اللي هو التناقص. اهو. كده. وبعدين عمود بلفة. وعمود بلفة. وبعدين عمود بلفة. وعمود بلفة. وبعدين التنقص. تمام. اللي هو. عمود بلفة غير مكتمل. والعمودين. واقفلهم. هكمل معي كده. هرتفع برضو خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهبدأ اكمل شغلي عاجي. يعني عمود بلفة. والداخلي عمودين في مكان واحد. اجي واحد. وادي اتنين. وبعدين ارتفاع سلسلة. وابدأ. ادخل. حشو. ارتفاع سلسلة. وبعدين حشو. ارتفاع سلسلة. وهكذا. تمام. لما هخلص الجزء ده. زي ما اشتغلت. هبدأ. نفس الكلام هنا. زي ما عملت هنا بالزبط. اللي هي البداية. اللي هو. خمسة. بعدين اشتغل. طبعا نحية تانية. اشتغل دي. وبعدين اتنين. بصي. خمسة. وبعدين هشتغل واحدة زي دي. وبعدين اتنين. وبعدين الزاوية. واكمل عادي خالص. يعني زي ما بدأت. السطر. هنا. بالزيادة دي. هزود النحية التانية هنا. طبعا مش مش الوجه بس. لا الوجه والضهر. هنا. والنحية او النحية التانية. وارجع لك. كده خلصت السطر. وجاي عشان اقفله معاكم في اول. واكمل. انا الخيط خلص معايا. وكملت بخيط غير. بس نفس اللون. تمامو مش بين قوي. بس برضو قلت اقولك. لان اه. اللي اتنين مش صنك واحد. لك ده التخين. اوكي. بس عشان نفس اللون. بسي. عايز اقول حاجة تاني. مهمة جدا. ايه بقى. انا هنا السطر اللي عدل لنا لسه افلاه. بدأت اعمل تزايد في المنطقة دي كمان. انا لو شغالة لطفل مش هعمل التزايد ده. لو شغالة لطفل مش هعمل التزايد ده. لما هعمل ايه? هقفل في السطر اللي انا فيه. او اللي فات كمان. الجزء الاكتاف مع بعض. وهبدأ. اشتغل الجسم لوحده. اوكي. لكن انا عشان باشتغله لحد كبير. فانا لو قفلت دلوقتي الجزء اللي اللي كم دلوقت او من غير ما اعمل. اعمل. عفوا. التزايد. هيبقى صغير وضيق من ناحية السدر. تمام? برضو حبيت اقولك عشان لو حب تعمليه لطفلة. طيب هكمل. واحد اتنين. وابدأ ادخل. هنا. خلاص انا كده بعمل. تزايد. واحد اتنين. وهعمل هنا كمان. اهو. بقى تزايد. من النحية دي. وتزايد جنب الفروع الشجر بتاعي. فوسع اكتر. اتفقنا. هعمل ايه? خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وابدأ. في التناقص واحد. اتنين. خلاص كده. سي. اقفل. تاني. واحد. اتنين. واقفل. انا كده الفرع الشجر عندي الاول. خلاص كده. اوكي. نكمل. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. شغلي كما هو. فهوش اي حاجة تتغير. العمود الاول اهو. العمود التاني اهو. دايما بعمل زيادة في العمود الداخلي. وانا كده كاني بالزبط. بكرر الاسطور اللي لسه عملاها معاكي في الفيديو. ارتفاع سلسلة وابدأ اعمل حشو. سلسلة حشو. سلسلة حشو. سلسلة حشو. سلسلة حشو. سلسلة حشو. سلسلة. وابدأ اعمل. التزايد واحد اتنين. ودي عمود. ودي العمود الاخير. دي كمان بدأت اهي تتكون ودي اتقفلت. دي اتقفلت ودي بدأت. يعني شكلها يظهر اقصد. تمام؟ نفس الحوار. هكمل السطر كله. وما تنسيش ان انا هعمل تزايد من النحية دي. وتزايد من النحية دي. هنا وهنا. نفس القصة. في الاربع اتجاهات. وارجع لك. كده انا خلصت السطر بتاعي. عايزة بس اوريكي الشكل اللي اتكون. اهو. تمام. اهو. وهبدأ معاكي السطر الجديد. وكالعادة ارتفعت صدفة واحدة. وهبدأ معاكي السطر. يلا بينا. واحد اتنين. وهبدأ. التزايد بتاعي. واحد اتنين. التزايد بتاعي. اهو. خلاص كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هبدأ. اخد العمود ده. بي اللي جنبه. اهو. كده. اهو. وبعدين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهبدأ اكمل شغلي في دي. وشغلي في دي هو هو التكرار بتاعي اللي بدأته من اول فيديو معاكي. تمام. اهو. بشتغل العواميد. وبعمل ايه؟ بزود واحد اتنين عمود من الداخل. اهو. ارتفاع سلسلة. نفس الكلام. حشو. سلسلة. حشو. سلسلة. حشو. هكذا. ما عنديش اي حاجة. بتزيد. اهو. التزايد اهو. من الداخل. وتشتغل. كل عمود. فقية عمود. وخلاص على كده. نفس الحوار اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. باخد الجزء ده. اهو. لفع الابرة. وده كمان. اقفلهم مع بعض. هتجيني الشكل الجميل ده. وهكذا. هكمل خمسة. واكمل كمان. لحد نهاية السطر. واوعي تنسي التزايد ده. كده. خلصت السطر لحد الاخر. وبرضو الخيط بتاعي قصر. يعني آآ. بدلت اللون. ويعني هو شكله هيبقى ايه تكنيكولر كده. والوان آآ كتير. آآ. بصوا. انا دلوقت هعمل ايه? قفلت بمنزلكة كالعادة. وآآ ارتفعت الصدفة بتاعتي اللي هي بتاعة اول زاوية. تمام كده? هكمل ازاي? ارتفاع اتنين سلسلة. هدخل هنا اعمل. ارتفاع اتنين سلسلة. وهكذا انا بعمل التوسيع بتاعي او تكبير الحجم. وهقولك آآ ازاي اكبر الحجم. بصي. اهو. وصلت لدي. اهو. لا. بصي بقى انا هعمل ايه? انا عايزة ابني جديد هنا. حلو كده? عايزة ابني جديد هنا. فانا هعمل ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فهبدأ اعمل ايه بقى? بصي. اهو. هدخل في الحرف هنا. بس في النص عشان بقى الشكل واضح. اهو. كده. انا خلصتها خلاص. وبعدين واحد اتنين تلاتة. كده. بش عارفها الاضاء انا حس الفلاش معاكسني ومعاكسكو بسواني. بش عارف ازا كان كده واضح ولا لا. اوكي اقرب. طيب. انا كده عملت ايه? بدأت ابني مكان جديد تحت جيء. يعني هعمل جيء مرة تاني. بس لسه في البدايات بقى يعني بنقول ايه? يا هاجي. يلا بينا. وهبدأ اعمل ايه بقى هنا? تعالي نشوف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هبدأ. الم كده. اهو. واخرج دول من بعض. و اكمل. تمام. و اعمل التزايد بتاعي الداخلي اللي هو دايما في العمود اللي جوه. واحد. وفي نفس المكان. واحد كمان. اهو. ارتفاع سلسلة. وابدأ حشو. سلسلة. حشو. سلسلة. حشو. سلسلة. حشو. ارتفاع عملت اوكي. ارتفاع سلسلة ونفس الحوار. تزايد في مكان واحد. بصوا انا اه هعمل تكرار انا عمالة اعمل معاكي. يعتبر تكرار الشغل. وكمان. بنيت او ببدأ ابني جديد معاكي. اه اخر اتنين بعملهم تناقص. اهو. بصي انا عايز اوريكي ايه. اهو. انا خلصت دي. وبدأت ابني تحتها جديد. ودي بدأت. قلم الحروف بتاعتها. وازود من جوة. نفس شغل دي. مفيش اي اختلاف. كده تمام. هكمل السطر. وارجع لك. اه انا خلصت. اه وصلت بصي. طبعا بنيت هنا مكان. وهنا. وانا من البداية بنيت معاكي هنا. اوكي. في بداية السطر. عايز اقول ايه بقى. انا ارتفعت هنا خمسة. هتخطى المكان ده لاني ببني جديد. فهروح على طول اعمل هنا شغلي. كده. واحد اتنين. طب انا عايز اقول حاجة. انا كده شغلي اللي جاي كله هيكون متكرر. يعني ايه بقى متكرر؟ يعني هو هو الشغل زي ما بنيت معاكي الفرع او فروع الشجر دي. بنيت معاكي برضو دي. ونفس البدايات واديني ببني في الجديد اللي هو هيكون تحت دي. تمام؟ بنفس الطريقة. يعني كل ما هبدأ اخلص او اوصل لمنتصف الفرع ببدأ ابني فرع جديد. المفروض ان انت بتستمري تكرري ده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزه. تمام؟ مرة هيكون معاكي. تلات فروع زي ما بدأت معاكي ومرة هيكون فرعين. مرة هيكون معاكي واحد اتنين تلات فروع والمرة اللي بعدها هيكون معاكي فرعين. اوكي؟ لحد ما توصلي للطول المناسب ليكي. طب قبل ما اوصل للطول المناسب هقول حاجة. انا من المفروض اقفل. بسي بقى. خدي بالك من حاجة. انا زي بنيت معاكي حوالي. مش هقول نصكم يعني. بس هو يعني يعتبر. انا هقسلك دلوقتي بالمزورة. المهم ان انا هعمل ايه بقى بسي. هلف السطر ده. ولما ارجع هبدأ اقفل معاكي. انا المفروض دي بداية اهو السطر بتاعي. حلو؟ المفروض هلف الشغل ولما اجي اقفل او هبدأ او اجي ابدأ السطر اللي بعضه. هقول لك هقفل فتحة الكم دي خلاص. وابدأ اشتغل في الداير. وده اللي هعمله معاكي. عشان ابقى ماشي معاكي خطوة بخطوة. خلاص كده. انا هكمل السطر بتاعي. وارجع عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. اه كده خلصت السطر لحد الاخر. وهتكلم معاكي بقى في قصة المقاسات. ونشوف اه انا قلتلك في السطر ده. انا هقفل اه هقفل تحت يعني جزئية الكم ازاي وليه. وعلى اساس ايه انا قلت الكلام ده. وافرد ان انا عايزة مقاس اكبر. مقاس اصغر. مقاس يوصل لاربع اكسلارج. مقاس ميديم. ده احدده ازاي. يلا نعرف. اه انا جبت المزورة بتاعتي عشان انا مقياسي هي المزورة بتاعتي. بسي. انا من المفروض هقفل الجزء ده مع ده وده مع ده. يعني انا كده خليت جزء من الكم. حلو? طيب. تعالي كده اقيس معاكي. جزئية الكم اللي انا من المفروض هقفلها من هنا الهنا. حلو? هقيس معاكي من البداية. بسي بالزبط. تلاتة وعشرين. حلو? تلاتة وعشرين وتلاتة وعشرين ستة واربعين. ستة واربعين دي فتحتكم تلابس اه اتنين اكسلارج تلاتة اكسلارج. دي حاجة. طيب. حاجة كمان. انا هقيس. المنطقة دي. من اول المفروض قفلت الكم. من اول قفلت الكم للنحية التانية. بسي. طلع معايا اتنين وخمسين. يعني مية واتنين في داير الصد. الصدر. اوكي? يعني كده استدائرة الصدر. حوالي. حد بيلبس. اه زي ما قلنا. اتنين اكسلارج لتلاتة اكسلارج. تمام? طيب ايه كمان? انا دلوقت قلت عايزة اتعلم اعملو كل المقاسين. هوقف لحد فين. من شوية وانا شغالة قلتلك ايه? لو انتي مش عايزة توسيع ازيد من كده. انتي مش هتزودي الجزء ده. ولو كنت ساعتها ما زودتش وقفلت كده. هحزف دول. بسي انا بحزف دول. وباخد الجزئية بتاعتي اللي هي دي. وحزفت دول. قردي جزئية داير الصدر هتكون اقل. بسي انا لما فردت ده است من هنا الهنا كده. طب احزفيلي الجزئيات دي. هيقل كده. اوكي? عايزة اقول. طيب انا عايزة مقاس اكبر يا دودي. مقاس اكبر. ما تقفلش دلوقت حبيبتي. استمري اعملي توسيعك. هيوسع فتحة الباط اكبر. والمقاس هيكون اكبر بكتير. تمام? كده انت تكوني عرفتي معايا. امت هتوقفي? لما تحسي ان قردي الجزئ ده كبر. واداكي المقاس اللي انت حباه. اااااااا. وبزيادة كمان. اوكي? انا على فكرة بقول ان ده يلبس اتنين اكسا لارج تلاتة اكسا لارج. مرتاح. انا هبدأ بقى اقفل معاكي. فين الجزء? اهو. اقفل معاكي الجزئية دي. يعني انا اشتغلت اتنين عمود. ودي واحد. المفروض بقى انا هعمل ايه? بصي انا اعمل حاجة بسيطة جدا جدا جدا. ممكن ما اشتغلش ده اصلا. بصي انا ممكن اعمل حاجة لطيفة. اللي هي اهو. واروح للنحية اللي قصادها. اهو. عشان تبقي بس شايفاني. انا هنا المفروض ارتفاع السطر بتاعي وابدأ. لا. انا هقوم دخلة في الاتنين دول. افلاهم كده. خلاص اهو. انا هبدأ اعمل ايه? انا هبدأ اشتغل في الداير كله. وخلاص جزئية الكم. خلاص كده. اللي زاد عندي بس هشتغلو. طب يلا بينا نعمل عملي. عشان الناس ما تطلق بطشي مننا. ارتفاع تلاتة سلسلة. دي كده ده كده فتحة الكم بتاعي. وبعدين هدخل. هنا. تمام. اهو. ارتفاع. اقرب شوية. ارتفاع اتنين سلسلة. اهو. ارتفاع اتنين سلسلة. وهكزا. وبعدين. هسرع بس ايدي عشان اهو. وبعدين ابدأ زي ما تعودنا اشتغل في الجديد. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. تمام? هبدأ اعمل ايه? هنا. عمود. ادخل هنا. تمانية. انا بكرر معاك. واحد. اتنين. اشتغلت التمانية اهو. والعمود بتاعي اهو الامام. كده تمام? يبقى انا بدأت ابني. زي فرع الشجر بتاعي مرة تاني تحتي اهو. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. هيقابلني ده. نفسي شغلي مفيش تغيير. اخد الاتنين دول. واللي وراهم او العمود اللي وراه. واقفل كده. وبعدين. عمود. عمود. وفي العمود دايما. اللي في الداخل او اللي جوه. هبدأ احط تزايد. تزايد. واحد. اتنين. وبعدين ارتفاع سلسلة. حشو. ارتفاع سلسلة. حشو. ارتفاع سلسلة. حشو. وبعدين. اداخلي في اتنين عمود بلفة. وهكذا. عمود. عمود. ونيجي لآخر اتنين. بنعملهم تنقص. تمام. اه. كده. وبعدين. نفس الكلام هنا. هكمل لحد ما اوصل لجزئية الكم. هاجي اقفلها معيك. اه. كده. رجعت في المكان ده. عشان. ابدأ. اعمل. كده. واحد. اتنين. واروح على النحية التانية. ادخل هنا. وابدأ. اشتغل. واحد. اتنين. واخرج. الخيط بتاهاي كده. ارتفاع اتنين. تمام. هدخل هنا. نفس الشغل اهو. هعمله. هو هو. المهم ان انا قفلت. جزئين تحت البوت. خلاص كده. وهكمل باقي السطر. في الكامل كله. لحد ما بصي هاجي. دي كده بداية السطر عندي. اللي انا بدأتها معاك. اه. طيب. هكمل. ولما اوصل هاجي اقفل معاكي السطر. آآ كده خلصت السطر اهو. والمفروض هارتفع واحد اتنين. وهقفل. بمنزلقة. بصي بقى كده. اهو. كل اللي انا هعمله اني هفضل آآ ماشي في الداير كله. اهو انا كده افلت من هنا. ويه افلت النحية التانية. آآ هفضل امشي في الداير كله. شغلي مش هيتغير خالص. هو هو اللي احنا عملناه مع بعض. آآ مفيش اي جديد معاكي هيتغير خلاص. آآ بدايتي اهي. انا عايزة بس ادخل هنا منزلقة وابدأ من المنتصف. اهو. اهو اتنين. واحد اتنين. اهو. كده. اهو اي جديد تاني. اخرجهم. واحد اتنين. وهكذا. تمام. واحد اتنين. آآ هنا بقى. هبدأ اعمل ايه بقى? اقلل. انا هنا بدأت بخمسة. اوكي. هبدأ اعمل ايه? اربعة. سنة واحدة. اجي اتنين. تلاتة اربعة. اوكي. نفس يا جماعة ما فيش اي حاجة هتتكرر. آآ ما فيش سوري اي حاجة هتكون مختلفة. كله هيتكرر. اهو. و هدخل في العمود ده مرة كمان. يعني اتنين. تمام. ارتفاع سلسلة. وابدأ اسيب العمود ده. واعمل حشو. واحد. ارتفاع سلسلة. حشو. لو تلاحظي ان انا بكرر معاكي. كل الخطوات. ما فيش اي جديد معايا خلاص. كل فرع شجر هبنيه بنفس الطريقة. اللي بنتها معاكي في بداية الفيديو. شرحت آآ يعني بصورة آآ أبطأ من اللي انا بشتغلو ده. ارتفاع سلسلة. فتقدري تسمعي الفيديو لو في حاجة فيتاكي. اتنين في مكان واحد. بدأت اكونها اهي من اول وجديد. دي بدأت خلاص. يعني بتختفي معايا او واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام. هبدأ. تناقص. تناقص اتنين مع بعض. اهو. وابدأ اكمل عمود. وعمود بلفة. والعمود الداخلي ما زلت بعمل فيه التزايد. يعني عمود جنبه او في نفس المكان. عمود. ارتفاع سلسلة. واحد. ارتفاع سلسلة. اتنين حشو. ارتفاع سلسلة. وابدأ. في التزايد اللي هو الداخلي. كده. واكمل. على هذا الممط هفضل اكرر كل خطواتي ما فيش اي حاجة هتتغير لحد ما اوصل زي ما اتفقنا آخر اتنين تنقص. للطول المناسب لحد ما اوصل للطول المناسب. انا عايزة بس اواريكي حاجة. اه ده كده الشكل كنت احب اواريكي الشكل قبل ما اه اسيبك. اه احنا بنينا مع بعض اوراق الشجر دي وبنينا ده خلاص بي بيخلص. وانا الجديد بتاعي واحد اتنين تلاتة. زي ما اتفقنا مرة هيكونوا تلاتة زي اللي فوق ومرة اتنين مرة لحد ما توصلي للطول المناسب كل اللي انا هعمله هفضل مشيا في الدايرة. خلاص كده. وكمان الكم بتاعي يكون على نفس الطريقة يعني بنفس نمط الكم. ما فيهوش اي فروع شجر ولا حاجة بنفس الغرزة اللي فوق. اه هقول ان انا كده اه 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 وصلت للطول المناسب لي وكررت فروع الشجر اه زي ما انا عايزة اه هقدر اه لو توقفت لهذا الطول كل اللي انا هعمله هكرر النقشة بتاعتي دي في الكم كامل في الداير بدون ولا تناقص ولا اي اه زيادات خلاص انا كونت منطقة الكم. كل اللي انا هعمله نفس الغرزة هبدأ من تحت وهتكون نفس الكلام هو هو بدون اي اه زيادات او نقصان يعني الموضوع سهل وبسيط. طيب هبدأ معاكي الكم هيكون من تحت كده الجزء ده يعني هبدأ بداية من هنا وهبدأ ارتفع وهقرر السطر عندي. هعمل عمود بلفة تاني وأخرجه كده وهبدأ ارتفع اتنين سلسلة. وادخل اه اتنين عمود اهو واخرج واحد اتنين ده هيكون شغلي في الكم سهل وبسيط وطول الفيديو احنا اشتغلناه كتير قوي. فمش هنحتاج يعني الكم مش هيكون حاجة صعبة. هقفل في اول واحدة وابدأ ادخل هنا اعمل الاتنين عمود بتوعي. تمام؟ يارب يكون الموضوع سهل وبسيط وتنفزوه. مستنية كل اسئلتكم. يارب يكون سهل وبسيط. شكرا لكم اشوفكم الفيديو لاني.